نفت إيران اليوم أي صلة لها بمصنع اليرموك للأسلحة في السودان ودع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رمان مهما برست دول المنطقة إلى عدم السماح لإسرائيل بخارق مجالها الجوي للحيلولة دون وقوع أعمال مشابهة وانتهاك سيادة الدول وكانت قد رست سفن حربية إيرانية في ميناء بورس سودان على ساحل البحر الأحمر الشرق السودان من بينها السفينة خارق والمدمرة الشهيد مقضي وكالة الأنباء فارس الإيرانية نقلت عن البحرية الإيرانية أن زيارة تهدف إلى نقل رسالة سلام وصداقة لدول الجوار وضمان الأمن للنقل والشحن ضد القرصنة البحرية ومن المقرر أن يعقد قادة مجموعة السفن اجتماعا مع قائد البحرية السودانية لكن لم يحدد موعد قاطع لذلك ومن العاصمة الإيرانية ينضم إلينا مرسل الميادين حازم كلاس حازم ضعنا في الأجواء أيضا السفن الحربية التي وصلت إلى شواطئ السودان هل من توضيح رسمي حول هدفها أو أسلوب عملها هناك هي دينة جولة اعتيادية ودائمة تقوم بها القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني في هذه المنطقة تحديدا من بحر عمان وحتى البحر الأحمر ووصولا إلى البحر المتوسط أيضا الفترة الماضية شهدت اهتماما كبيرا من قبل القيادة الإيرانية بالقوة البحرية سواء التابعة للجيش الإيراني أو التابعة للحرس الثوري وقد حققت نجاحات كبيرة في هذا المجال على صعيد ضبط موضوع القرصنة وإنقاذ العديد من السفن وبعض هذه السفن كان أمريكي أيضا وتابع لدول مختلفة هذا فيما يتعلق في هذا الموضوع وفيما يتعلق بضرب مصنع اليارموك في السودان وما دار من حديث إعلامي في بعض الوسائل الإعلامية الغربية تحديدا أشار اليوم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان براست إلا أنه ما دار حول أن هذا قد يكون تمرين أو تدريب من أجل ضرب إيران استخفى بذلك وقال أن الكيان الصهيوني لا يستطيع أن يقدم على هكذا عمل ضد إيران إيران دولة كبيرة وعظيمة وهذه التهديدات كلها تهديدات فارغة وتزامنا مع هذا الموضوع دينا أريد أن أشير إلى موضوع آخر قد لم تشير إليه في الخبر وهو بدء مناورات عسكرية اليوم في إيران تجري غرب البلاد هذه المناورات العسكرية يقوم بها الجيش الإيراني والقوة البرية التابعة للجيش الإيراني تحديدا وتركز على نقل العتاد والأفراد بسرعة كبيرة في حال تعرضت إيران لأي هجوم مفاجئ أو مباغت وتزامنا مع هذه المناورات أيضا أعلنت إيران عن البدء بتصنيع طائرة بدون طيار جديدة سيتم الكشف عنها خلال العام المقبل وستكون قادرة على حمل العتاد وستكون قادرة أيضا على قطع مسافات كبيرة جدا نعم حزم كلاس حدثتنا من طهران شكرا لك